بعد ما تناولنا الغرض من تأليف الكتاب لنتناول الكتاب بشيء من التفصيل الكتاب مكون من 15 فصلا الفصل الأخير رقم 15 هو بعنوان المبتأث السعودي بين الحداثة والتغريب في هذا السياق أحب أشاركم بفكرة أننا بحاجة لمعادلة موزونة مثل الكيميا عارفين كيف في الكيميا نوازن المعادلة؟ إحنا محتاجين لشيء من هذا القبيل لمعادلة موزونة للطريق الأمثل للتعامل مع ثنائية الحداثة والتغريب لما يطرح موضوع الحداثة والتغريب والأمور هذه اسمين مهمين في العالم فرانسيس فوكوياما وسامويل هانتنغتن الأول ألف كتاب نهاية التاريخ وهانتنغتن ألف كتاب صراع الحضارات معروف ذلك الكتاب فوكوياما كان يتبنى النظرة أحادية الجانب التي ترى أنه لا يمكن الفصل بين الحداثة والتغريب وإي مجتمع يخوض الحداثة حتما سيصبح شهبيها بالمجتمعات الغربية بينما هانتنغتن بروفيسور بجامعة هارفرد كان له رأي مختلف كان يرى أنه من الخطأ تناول الحداثة والتغريب كثنائية حتمية لأمك الفصل بينهما فكان يقول أن المجتمعات الغربية كانت غربية بثقافة غربية قبل أن تدخل عليها عنصر الحداثة وأن الحداثة حالة جديدة فالحضارة الغربية والثقافة الغربية لها صفات مختلفة عن الحداثة صفات منها التراث الكلاسيكي المتمثل في الفلسفة اليونانية القانون الروماني اللغات الأوروبية ذات الأصل الروماني تعددية الطبقات في المجتمع مرورا بالنظام الرهباني وصولا إلى الهيئات النيابية التي كانت تمثل حقوق الطبقات المختلفة في المجتمع المسيحية والفصلة الذي تم بين الكاثوليكية والبروتستانتية كل ذلك أنتج الثقافة الغربية تحمل قيم معينة مثل قيم سياسية واجتماعية خاصة بالحضارة الغربية كقيمة الفرد المساواة الحرية الدستور حقوق الإنسان أسواق الحرة فصل الدين عن الدولة وإلى آخره أمور من هذا القبيل بينما الحداثة لها أناصر مختلفة مثل التصنيع، التوسع العمراني، الانتقال للمدن بدلا من الأرياف، محو الأمية، التعليم، الثراء، حراك اجتماعي، والبناء المهني المعقد ومتنوع ونظم وتقنيات التفكير العقلانية البناء الاقتصادي المعتمد القادر على الإنتاج والمعتمد على التكنولوجيا المتقدمة ومؤسسات السياسية والاجتماعية التي تمكن المجتمع من المشاركة الفعالة في الاقتصاد العالمي وتطوير التكنولوجيا لنقاش أوسع ارجعوا لكتاب كيف يفكر أمريكيون ترجمة نانسي قنع